دعوات لمظاهرات مليونية في الجزائر ورئيس أركان الجيش يبدي دعمه للمتظاهرين ميت طالب بتاجيل بريكزيت ثلاثة أشهر وميركل تقترح قمة أوروبية استثنائية إذا تعثر اتفاق الخروج وفي رياضة بوغباي أفتح الباب أمام ريال مدريد والمنتخبات الأوروبية تستعد لتصفية يورو 2020 أمن بكم من جديد أعلن المرشد الأعلى في إيران آيات الله علي خامناء إن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الإيرانيون تمثل المشكلة الأساسية الأكثر الحاحن في البلاد مضيفا أن المشكلات المعيشية للمواطنين تزايدت في الأشهر الأخيرة وأشار خامناء إلى أن الأولوية العاجلة للبلاد هي الاقتصاد الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها تمثل المشكلة الأساسية الأكثر الحاحن في البلاد إن المشاكل المعيشية للمواطنين تزايدت وخاصة في الأشهر الأخيرة هذه المشاكل بدأت مع من نكث العهود في إشارة للمسؤولين الأمريكيين كلما ترصغت وحدتنا أدرك العدو أن هذه العقوبات تعزز اللحمة في بلادنا علينا أن نضع جميع الخلافات جانبا للتغلب على المشاكل الاقتصادية أفدت تلفزيون الرسمي المصري بأن 15 عاملا سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار وقع في مصنع للبتروكيمويات شرق القاهرة مضيفا أن الانفجار وقع بأحد خزانات مصنع للأسمد الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة التابعة لمحافظة السويس أثناء اختبار التشغيل بالخزان قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد أن الشعب أعرب عن مقاصد نبيلة في موجة الاحتجاجات المنددة بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تزامنا مع ذلك أعرب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عن انحيازه للمحتجين مناورة جديدة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لامتصاص غليان الشارع الجزائري المتعالب فبعد أن استبشر الشارع أخيرا بإعلان بوتفليقة عن سحب ترشعه لولاية رئاسية خامسة عوض مقربه للإعلان عن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس بوتفليقة الحالية لحينها للتجنب الفوضى الناجم عن أي فراغ في قيادة مؤسسات الدولة على حد تعبيرهم فالدولة الجزائرية على تم الاستعداد للحوار بل تذهب أبعد من ذلك فهي على تم الاستعداد للترحيب بممثل المعارضة والمجتمع المدني في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها حاليا مناورات الحزب الغطني الحاكم ممتفلح في امتصاص غضب الشارع الجزائري الذي يطالب بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها المقرر دون تلك أصوات بدأت تسمع أيضا في أوساط الأحزاب الداعمة والمؤتلفة مع الرئيس بوتفليقة التي باتت تميل لصالح صوت الشارع أكثر فأكثر وهو ما دفع الحزب الحاكم لتبرير التأجيل لأسباب تقنية محضة إجراء انتخابات رئاسية جديدة ينتهي بمقتضاها فترة رئاسة رئيس عبد العزيز بوتفليقة ويتم التسليم الرئاسة إلى الشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل الديمقراطية إذا ذلك يستمر الحراك الشعبي الجزائري على حاله واصطد عوات للخروج للتظاهر في تظاهرات مليونية غدا الجمعة علها تفلح هذه المرة في إيصال الرسالة التي يتجاهلها النظام الحاكم حقبة سياسية انتهت بما فيها والرغبة في البدء في حقبة جديدة لا يكون بوتفليقة جزءا منها قال الرئيس السوداني عمر البشير إن دولة حريصة على إحلال السلام في مختلف ربوع السودان طلب البشير خلال لقائه مساعده فيصل إبراهيم بتوحيد ملف السلام في دارفور ومنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان تحت مظلة واحدة قال فيصل إبراهيم إن لقاءه الرئيس البشير جاء في إطار التداول بشأن الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف السلام الذي هو من القضايا الأساسية التي تهتم بها الدولة أعلنت شرطة البريطانية تعرض خمسة مساجد في مدينة بيرمينجام لأضرار ليلة أمس وذلك ضمن أحدث سلسلة من الأعمال ضد المسلمين منذ مقتل خمسين شخصا على يد الأسترالي برينتون تارانت في مسجدين بمدينة كرايتشيرج النيوزلندية وقالت الشرطة إن المحققين ورجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون بشأن تحطم نوافذ في خمسة مساجد في بيرمينجام أعلن الإدعاء الهولندي توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ هجوم أوتريخت الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص الاثنين الماضي وقال الإدعاء إنه يعتقد أن المتهم التركي نفذ الهجوم منفردا ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قاض غدا ويخضع أيضا لتقييم نفسية وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا حتفهم على متن أحد قطارات الضواحي في غرب مدينة أوتريخت خلال إطلاق النار الذي وقع الاثنين الماضي وأسفر أيضا عن إصابة خمسة أشخاص ذكرت الشرطة الأسترالية أن مراهقا يبلغ من العمر أربعة عشر عاما اتهم بإصدار تهديدات بقتل مصلين في مسجد وذلك بعد أيام من هجوم كرايتشيرت وكان المراهق قد وجه التهديدات الأحد الماضي إلى مسجد محلي في مرتفعات مانيوفيلد عبر موقع فورتشان الذي يتيح للمستخدمين عرض رسائل مجهولة المصدر وقالت الشرطة أنه تم إخلاء سبيل المراهق بكفالة المالية لواجه محكمة للقاصرين في وقت لاحق أعلنت الشرطة نيوزلندية أنها ستعيد غدا فتح مسجدين مدينة كرايتشيرت الذين شهدوا هجوما أودى بحياة خمسين شخصا الأسبوع الماضي وفي سياق متصل استخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا في حملته الانتخابية تسجيل فيديو صوره منفذ الهجوم على الرغم من إثارته غضب سلطات نيوزلندا بإجراء مماثل الاثنين الماضي عانق الهلال الصليب في نيوزلندا على إثر المجزرة التي ارتكبت في أحد مساجد مدينة كرايتشيرتش وراح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء حيث اجتمع الآلاف في ستاد فورسيث في مدينة دينيدن تكريما لأرواح الذين قتلوا في المجزرة ودعا عمدة المدينة المواطنين إلى التكاتف والدعم لأسر الضحايا وأنه سيقام يوم الجمعة القادم الصلاة في منتزه هاجي لمقابل مسجد النور والوقوف دقيقة صمت على أرواحهم هؤلاء المتبقون والمحرومون من أحبائهم الذين فصلوا عنهم والذين يجب أن يبقوا أقرياء نستطيع مساعداتهم بتقديم الدعم ومشاعر الرفقة ونواكد لهم بأنهم جزء مننا جزء غالب من مجتمعنا كما هو كل فرد وعاين وفي الوقت الذي أثارت تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الحكومة الأسترالية بأن الأستراليين المناهضين للمسلمين يتلى منفذ المجزرة سيرسلون في نعوش مثل أجدادهم في معركة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى أكد مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية أن تصريحات أردوغان في أعقاب المذبحة التي وقعت في نيوزيلندا أخرجت من سياقها بعد أن استدعت أستراليا مبعوثة تركية للاحتجاج عليها في منتقد الرئيس التركي السابق عبدالله غول سياسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بشأن التعامل مع مجزرة نيوزيلندا وقال غول أنه على جميع القادة السياسيين في إشارة إلى أردوغان الاقتداء بتصرفات رئيسة وزراء نيوزيلندا الحكيمة والهادئة والتي جمعت وآلفت قلوب جميع أطياف شعبها عن هذا الموضوع نتحدث إلى سيد ناصر زهير خبير العلاقات الدولية أهلا بك سيد ناصر من باريس طبعا هل برأيك إذا ما تحدثنا عن الموقف التركي حيال ما جرى في نيوزيلندا يمكن إدراج هذا الموقف بالفعل من موقف صادق وجدي حيال ما جرى أم أنه يأتي في إطار الدعاية ربما الانتخابية والأهداف السياسية نعم موقف تركيا الذي أجج هذا الموقف أو جعله متشددا هو العبارات التي كتبها القاتل على سلاحه والتي أشارت إلى تركيا بشكل أو بآخر بالتالي كان هناك تشدد أو مغالا من قبل الرئيس التركي في استخدام أو الرد على هذه المجزرة وإدانتها واستخدامها لأغراض انتخابية المشكلة الآن في هذه المجزرة وهذا الهجوم الإرهابي أنه تزامن مع حملات انتخابية سواء في أستراليا أو في تركيا وبالتالي كان هناك خطأ فادح من قبل الرئيس التركي باستخدام فيديوهات هذه المجزرة واستخدامها في أغراض انتخابية وتوجيه رسائل إلى الأستراليين والنيوزيلنديين عادة ما يكون لرئيس التركي هكذا أخطاء أو هكذا تصريحات متشددة وهذا ما يلومه عليه أعضاء حزبه أو رفاقه السياسيين مثل عبدالله قول وقبله أحمد داود أغلو الذي استضعى مع الرئيس التركي في أكثر من موقف بسبب تصريحات أردوغان العنترية أو المتشددة لكن مع ذلك لا يغير أردوغان من هذه اللهجة ومن هذه التصريحات هل هي مفيدة بنظره أم أن هذا الإصرار على مثل هذه التصريحات بشكل دائم؟ باعتقادي أردوغان يستعمل اللهجة السايدة الآن في العالم وهي اللهجة القومية الآن هناك ترامب في الولايات المتحدة في إيطاليا هنا سلبيني في هنغاريا في عديد الدول السياسيين أصبحوا يستخدمون اللهجة القومية أو اللهجة المتشددة التي تدعو إلى تصريحات غير واقعية وتمجد القومية أو البلاد أو لا أعرف إلى أي مدى هم يريدون الوصول الآن ولكن هو ينساق مع هذه التصريحات الآن التي أصبحت سائدة بالخطابات السياسية ولكن مشكلة أردوغان دائما هي في تصريحاته الغير محسوبة والتي توقع دائما السياسة التركية وضاء حزب العدالة والتنمية في حرج دائم مع السياسة وخاصة أن البارحة خرج مسؤول في الرئاسة التركية وقال بأن تصريحات أردوغان أخرجت عن سياقها رئيس الوزراء الإسترالي قال بأنه سيد ناصر يعني لضيق الوقت لو ننتقل إلى المسألة يعني ما يجري في نيوزلندا كل الإجراءات التي تخذتها رئيسة الوزراء هل برأيك ستفلح هذه الإجراءات في تغيير ربما الحالة حالة الكراهية حالة التوتر وربما إحلال نوع من التعايش مع الجالية المسلمة بين السكان الأصليين والمهاجرين ربما نعم باعتقالي ستفلح وسيتقولها نتائج إيجابية جدا هناك في نيوزلندا لم تكن هناك مشاكل من الأساس أي أن درجة المشاكل هي قليلة جدا ولكن الذي جعل المشاكل الآن متفاقمة هو هذا الهجوم رئيسة الوزراء النيوزلندية والحكومة النيوزلندية نجحت بشكل منقطع النظير وبشكل أتت نتيجة هذا الهجوم بشكل عكسي أي أنها عرفت السكان بالجالية المسلمة عرفت السكان بالمهاجرين جعلت هناك الآن مشاهد اليوم مثلا نيوزلندا معظم النيوزلنديين يرتدون الحجاب تضامنا مع ضحايا الهجوم صحيح الكثير من النيوزلنديين زاروا المساجد التي وقع فيها الهجوم بالتالي نجحت الحكومة النيوزلندية وباعتقادي يجب على أردوغان وعلى جميع السياسيين الاقتداء برئيسة الوزراء النيوزلندية التي تعبرت ببلادها من هذا الفقر إلى الأمان أشكرك جزيل الشكر سيد ناصر زهير خبير الشأن الدولي شكرا جزيلا لك حذر قادة العمال والنقابات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي من حالة طوارئ وطنية قد تواجهها البلاد وذلك مع ارتفاع خطر خروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق من جهتها قالت مي إن تأجيلا قصيرا لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي سيمنح البرلمان وقتا للبد في أمر الخروج أنا هنا اليوم لأناقش مع القادة تمديدا قصيرا للمادة 50 حتى نهاية يونيو وكما قلت أمس فإن هذا التأخير هو أمر يأسفني ولكن التمديد القصير سيمنح البرلمان الوقت لاتخاذ قرار نهائي لكن يجب علينا أن لا ننسى أننا هنا كقادة لـ 28 دولة نناقش التحديات العالمية التي نواجهها وقد قلت دائما أننا رغم مغادرتنا الاتحاد الأوروبي بالطبع ستظل لدينا مصالح مشتركة ولا سيما بين أمننا ورفاهيتنا المشتركين اقترحت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل عقد قمة أوروبية استثنائية في حال عدم موافقة مجلس العموم البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل وقالت ميركل إنها لا تزال مقتنعة بأن هناك حاجة إلى حل منظم لخروج بريطانيا مشيرة إلى أن ذلك ليس في مصلحة الأخيرة فحسب بل أيضا في مصلحة ألمانيا والدول الأعضاء الأخرى أعتقد أن الجميع يدركون أنه حدث تاريخي لذلك علينا أن نأخذ الأمر بسهولة وننتظر حتى اللحظة الأخيرة لتخرج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي من بون في ألمانيا سيد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والشؤون الاستخبارات أهلا بك سيد جاسم يعني هل برأيك التحذير لعفوا لمي من فرض حالة الطوارئ أو من إحداث حالة الطوارئ بسبب عدم الانسحاب في الموعد المحدد هو منطقي وهل سنشهد مثل هذه الحالة بالفعل في بريطانيا أجد أنه مبالغ فيه يعني هناك بالضبط هناك حالة رفوض وربما قريب إلى الفوضى التي تعيش بريطانيا بسبب النقاش وجدل الدائر حول التصويت على الخروج من دول الاتحاد الأوروبي لكن المخاوف الأوروبية ربما مبالغ فيها ما زالت بريطانيا يعني يحكمها النظام وكذلك الدستور واجد أنه لحد هذه اللحظة بريطانيا ما زالت تسيطر على الأمور ما يتعلق بالأمن الداخلي طيب سيد جاسم يعني الموقف الأوروبي كان مختلفا إلى حد ما قبل كل ما شهدته بريطانيا في الأسابيع ربما أو الأيام الأخيرة كان هناك يعني تصريحات لمسؤولين بأنه لن يكون هناك تغيير أو تمديد للاتفاق اتفاق الخروج بالتالي هذا الموقف من ألمانيا ما الذي يعني أحدثه ما الذي تغير الذي تغير بأنه وصلت بريطانيا قريب إلى يوم 29 وما حاولت تمرير المشروع أكثر من مرة إلى البرلمان وحصل الرفض ولكن هناك ربما إشارات من داخل البرلمان من خلال الأصوات التي بدأت تميل ربما إلى جانب عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي ربما هذه إشارة تصل إلى دول الاتحاد الأوروبي إذا كان هناك تمديد مقبول وقصير ربما يكون التغيير في الموقف لدى الزعماء أو لدى أعضاء البرلمان ولدى الحكومة البريطانية طيب المتوقع في الأسبوع المقبل أن تعود تيريزا ماي لتفشل أمام مجلس العموم هل سيناريو استقالتها مطروحا أم أن سيناريو إجراء استفتاء جديد هو الأكثر ربما واقعية في هذه الحالة من يراجع ملف ماي أجد أنها مصرة على المضي في إنهاء هذه الأزمة أو ملف بريكسيت حتى النهاية وربما لا تتخلى أو لا تقدم الاستقالة وحتى موضوع لي قال أيضا أصبح بعيدا لكن هناك إجماع لدى دول الاتحاد الأوروبي والمراقبين هناك مزاج ربما يكون هناك اتفاق لإيجاد استفتاء ثاني أو ربما إيجاد انتخابات مبكر هذين الخيارين ربما هما الذي يفضلها الاتحاد الأوروبي أشكرك جزيل أشكر سيد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لاستخبارات ومكافحة الإرهاب أعلن زعيم المعارضة في فنزويل أخوان جوايدو أن أفرادا من المخابرات اعتقلوا روبيرتو ماريرو مدير مكتبه خلال مداهمة فجرا هذا ويخود جوايدو والرئيس ألفنزولي مديرو صراعا على السلطة في البلد الذي تعصف به أزمة سياسية واقتصادية خانقة وأحذرت واشنطن مديرو مرارا من توقيف جوايدو أو معاونيه كما طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الفور بإطلاق سراح ماريرو وفقت حكومة نيكاراجوا على إطلاق سراح سجناء معارضين خلال تسعين يوما من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة والتي تهدف إلى إنهاء أزمة سياسية استمرت أحد عشر شهرا وقال لويس أنخيل روسا ديلا المبعوث الخاص لمنظمة الدول الأمريكية إن حكومة الرئيس دانييل أورتيجا قد وافقت على إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين في سياق الاحتجاجات قررت طاولة المفاوضات توجيه دعوة رسمية إلى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية لاستئناف العمل بشأن قضية الإصلاحات الانتخابية كما يوافق جدول المفاوضات على توجيه دعوة رسمية إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لمراقبة إطلاق سراح جميع السجناء أو المحتجزين يعقد نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف مع نظيره الياباني تاكيو مورا مشاورات بشأن معاهدة السلام بين البلدين وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن المشاورات تتعلق بمعاهدة السلام والتعاون الأمني يذكر أن الاجتماع السابق عقد على مستوى نائبي وزيري خارجية روسيا واليابان في الخامس من الشهر الجاري وتعتبر اليابان جزر كوريل الجنوبية كوناشير وشيكواتان إيطوروب وهابوماي تابع لها وتصر على عودتها إلى السيادة اليابانية قبل توقيع معاهدة سلام مع روسيا نحن نواجه مهمة جدا لدفع عملية التفاوض كما اتفق قادتنا في سنغفورة في نوفمبر 2018 ومع ذلك لابد لي من القول إننا ما زلنا في بداية مصار المفاوضات ولا تزال هناك اختلافات كبيرة في أساليبنا أعلنت سلطة الاندونيسية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إقليم بابوة إلى أكثر من مئة قتيل قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن نحو ثمانين شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد الفيضانات نذكر أن منطقة سنتاني القريبة من العاصمة الإقليمية جيابورا كانت قد تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة ما تسبب في حدوث فيضانات عارمة هذا انفجار قوي مصنع كيمويات في شرق الصين أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل وتحطمين وفد البنايات المجاورة وأفادت السلطات المحلية أنه تم نقل سكان تعرضوا لإصابات قرب موقع الانفجار للمستشفيات وأظهرت مشاهد مصورة نشرها موقع بكين نيوز الحكومي انفجارا هائلا مع تصعد ألسنة اللهب فوق المصنع قالت وزارة التجارة الصينية أن وفدا تجاريا أمريكيا سيزور بكين يومي 28 وال29 من الشهر الجاري في عقد الجولة التالية من المفاوضات وفي المقابل قاوفينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء ليوخا سيزور واشنطن في أوائل أبريل نيسان لإجراء المزيد من المحادثات في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى إبرام اتفاق تجاري لإنهاء خلافات مستمرة منذ أشهر كشف النجم الفرنسي بول بوكبا في مؤتمر صحفي عن مستقبله مع مانشستر يونايتد وقد تطرق بوكبا إلى نتائج فريقه مانشستر يونايتد الذي بات أفضل بعد إقالة مورينيو حيث قال إن نتائج مورينيو كانت السبب في إقالته من الشياطين الحمر وتحدث بوكبا خلال مؤتمر صحفي عن إمكانية انتقاله لريال مدريد كما قلت دائما فإن ريال مدريد هو نادي الأحلام لأي شخص إنه واحد من أكبر الأندية في العالم هناك أيضا زين الدين زيدان كمدرب إنه حلما لأي طفل وأي لاعب كرة قدم في الوقت الحالي أنا سعيد في مانشستر أنا ألعب ولدينا مدرب جيد حتى الآن أنا في مانشستر في وقت لاحق لا نعرف ما يخبئه المستقبل اليوم أنا في مانشستر وأنا سعيد بعد غياب دام نحو تسعة أشهر عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب بلاده حامل لقب البطولة الأوروبية عام 2016 هذا ويراهن المنتخب الإنجليزي على جيل شاد من أجل تأهل إلى يورو 2020 بعد غياب دام تسعة أشهر أن يعود كريستيانو رونالدو لقيادة المنتخب البرتغالي ضد منتخب أوكرانيا يوم غد الجمعة ويوم الاثنين المقبل ضد المنتخب الصربي ضمن منافسات المجموعة الثانية لتصفية كأس أوروبا 2020 وبعد النجاح الذي حققه مع السيدة العجوز في دور أبطال أوروبا يسعى رونالدو إلى التألق مع منتخب بلاده علما أن قرار الاتعاد عنه كان من أجل التأقلم مع يوفنتوس الإيطالي المنتخب الفرنسي الذي خسر المباراة النهائية للمنتخب البرتغالي في يورو 2016 يستيل مشواره على أرض مولدوفا بطل العالم يريد متابعة مشوار انتصاراته والتأهل دون أي قلق المنتخب الإنجليزي يبدأ مشواره غدا الجمعة باستضافة منتخب تشيك ويرهن المنتخب على جيل شاب يبدي تقدما كبيرا بعد عقود من الإحباط